اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زي ما قلنا كده في الاول حلقة النهاردة ان شاء الله هتكون موضوعها عن امراض وجراحات السمنة عايزين نفهم بالاول يعني ايه سمنة ويعني ايه سمنة مفرطة عشان الناس تبقى فاهمة مش كل واحد يقول انا تخين اروح عامل عمل ايه تمام هو تعريف السمنة بيعتمد على معادلة بيسموها معامل كتلة الجسم معامل كتلة الجسم ده باختصار بيساوي الوزن بالكيلو جرامات على مربع الطول بالانطار هنضرب مثلا يعني مثلا فيه شخص طوله متر وستين سنتي ووزنه ميت كيلو لو ضربنا سمنة المية على واحد وستة من عشرة واحد وستة من عشرة يطلع الرقم قريب من الاربعين هما منظمة الصحة العالمية قسمت الناس بحسب معامل كتلة الجسم الى ناس كتلة الجسم بتاعتهم اقل من 18 دول ناس يعتبروا رفاعين من 18 الى 25 ده المعدل الطبيعي من 25 الى 30 ده يعتبر وزن زايد فوق 30 تعتبر سمنة من 30 الى 35 دي سمنة من الضارجة الاولى من 35 الى 40 دي سمنة من الضارجة التانية اكتر من 40 دي بيسموها سمنة من الضارجة التالتة او سمنة المفتنة كويس حلو قوي دي كده ان الناس بقى فهم ان مش كل واحد وزنه زايد يبقى هو عنده سمنة لأ في حيث بقى وزنه زايد بس سمنة درجة اولى درجة تانية درجة تلتة اوكي طيب احنا دلوقتي كده السمنة وعرفنا ايه هي السمنة طيب امتى نبدأ نقول لواحد انت محتاج يعني تبدأ تفكر مش مجرد في يعني يعني نبدأ الاول بحكاية ان هو يمشي ضاية غزائي مثلا من كام نبدأ نقوله انت لازم تعمل ضاية غزائي او رجيم غزائي ومن كام نبدأ نقوله لا انت مش هينت في رجيم غزائي انت الاول هتعمل عملية وبعد العملية نبدأ نخش في رجيم غزائي في مؤزم الاحوال اللي هم معامل كتلة الجسم بتاعتهم اللي هم وزنهم زايد من 25 ل30 او اللي سمنة من الدرجة الاولى من 30 ل35 دول في الاغلب بيحتابوا الى النظام الغزائي اللي هم اكتر من 40 دول في الاغلب النظام الغزائي مش هيعمل معاهم نتيجة مرجوة يعني نتيجة مرجوة وكذلك اللي عندهم معامل كتلة الجسم من 35 ل40 مع وجود مرض اخر زي السكر وزي الضغط وزي القلب انت عارف حضرتك ان مرض السمنة بيزود من نسب حدوث حاجات امراض اخرى زي السكر زي الضغط زي القلب زي ضعف التنفس زي حصوات المرارة بيأثر كمان على الخدرة الانجابية للمرأة وبيسأثر على سرعة على صحة الطفل وبيأثر على معدل العمر يعني اللي وزنهم زايد او عندهم سمنة مفرطة دول معدل عمرهم بيبقى اقل من اقرانهم اللي وزنهم كويس او طبيعي حلو اوي يبقى احنا كنا المفروض يعني بصفة عامة كل الناس تبدأ تعرف هل هي تخضع الجزء بتاع اللي هي اقل من 35 او اكتر من 35 بس عندهم امراض مزمنة او اكتر من 40 لو ما عندهمش امراض مزمنة تمام طيب عايزين بقى نيري هنخش يعني سيبنا احنا من موضوع الرجيم والضايت والكلام ده بتاع دكاترة البطنة الناس دلوقتي بقت مهتمة اوي 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 بالجراحات اللي بتحصل لعمليات السمنة اوكي لو جي مريض لحضرتك ايه التحاليل الاول عشان تشخصه تقول ان الراجل ده عنده سمنة الفوت بنطلب له شوية حاجات غير طبعا الشكل وغير الوزن بنطلب شوية حاجات عشان نجهزه اذا كان هيخش عملية صالح العملية ولا لأ وبعدين بعد ما ناخد الهيستوري وشوية التحاليل المطلوبة نبدأ بقى نقيمه هيخش تبع عني كاتجري بنات بنطلب ايه من المريض لما يجينا احنا في الاول اول ما بيجينا المريض احنا نكشف عليه كويس بنشوف الوزن والطول ونحسب معامل كتلة الجسم بنكشف عليه من الفحص الظاهري بنشوف اذا كان عنده ضغط بنشوف نفحص البطن بنشوف اذا كان فيه عنده امراض مصاحبة فيه ساعات دي بتبقى بينه وفيه ساعات اوقات بتبقى بحتاج نعمل الشاشعات يعني مثلا المرضى السمنة ساعات بيما عندهم حصارات في المرارة وفي هذه الحالة احنا بنحتاج نعملها مع راحة السمنة فبالتالي هم بيحتاجوا موجات صوتية طبعا بما انهم بيبقى وزنهم زايد شوية وبيبقى هيحتاجوا لتخديق كله فاحنا بنفضل ان احنا يبقى عندنا فكرة عن الصدر بتاعهم فبنعملهم اشاءات صدر واذا كان سنهم اكتر من 40 سنة فاحنا بنفضل نعمل فحص بالموجات الصوتية للقلب دي الايكو عشان نتطمن ان هو كده تمام طيب جالنا المريض وعملنا له الكلام ده كله وخلاص هو صالح لدخول العمليات ازاي بقى بنقدر نحدد نعمل لمين يعني اول طبعا حركة هتكلمنا ايه انواع العمليات وبعدين بعد ما بنشرح ايه هي انواع العمليات بالزبط عشان كل واحد يبقى فاما عشان احنا بنسمع مصطلحات كتيرة اوي اوي بتكتب على مواقع تواصل اجتماعي اه تكمين معده لا ربط معده لا ده ده تصغير معده لا ده تغيير مصار بالتفصيل كده هناخد بس تشرح لنا كل واحدة ايه هي وبعدين بقى نقول اللي مين ده والمين ده والمين ده تمام علشان نفهم جراحات السبنة بتشتغل ازاي فيه نوعين اساسيين من الجراحات نوع بيعتمد على تقليل كم الاكل اللي بيأكلوا المريض ودي بيدخل تحتها التكميم وحزام المعدة المتغير وفيه حاجة بيسموها طي المعدة وفيه حاجة بيسموها كابسولة المعدة الزكية وفيه انواع تانية بتعتمد على انك انت تقلل الامتصاص وإلى حد ما فيه معظم الاحوال برضو على تقليل الامتصاص بيبقى معاه ان احنا بنصغر حجم المعدة شوية وبفيه تقليل كمية الاكل كل ده إلى حد كبير بيعتمد على عدة المريض الغذائية فإذا كان المريض من اللي بيأكلوا الحلويات زي الجاتوة، التورتة، الشوكالاتة، البيبس، المكسرات دول لو ملتزموش بعد ما نعمل عملية من اللي هي عملية اللي بتقلل كمية الأكل برضو هيزيده في الوزن ده زي في الحالة دي بنختار لهم العملية اللي هي بتتعامل مع الامتصاص اللي هي بيسموها عمليات تحويل المصار باختصار لتحويل المصار بيبقى فيه نوعين فيه جرحات جديدة بتتعامل في تحويل المصار وطبعا مع التقدم العلمي كل حاجة كل يوم بيبقى فيه جديد ولكن العمليات اللي هي بتتعامل في هذا المجال كلاسيك لمعروفة دايما اه يعني اللي همة الحاجات الكلاسيكية هم تحويل المصار المصار وتحويل المصار الكلاسيكي كل ده بيعتمد إلى حد كبير على المريض عنده اقتجاع في المريق ولا لا اللي عنده ارتجاع في المريء احنا بنختار له تحويل المصاري الكلاسيكي اللي احنا ما بنخليش العصارة ترجع للمريء والنوع التاني اللي هو تحويل المصاري المصاري ده المرضى اللي ما عندهمش ارتجاع في المريء يعني باختصار شديد المرضى اللي هما من هوات تناول السكريات مش هينفعهم التكميم إلا إذا التزموا مش هلتزم عشان بسيكون متفاقين من خبرتي في هذا المجال ما فيش حد بيلتزم حتى لو التزم ستشور في الأول بعد كده بتلاقي العملية بتبوز ليه لإنه راح واكل تاني حلويات هو من الناحية التانية إن تحويل المصاري بيحتاج إلى إن العيان ياخد فيتامينات مدى الحياة بالزبط فبالتالي ساعات ده بيبقى فيه نوع من التكلفة أو نوع من عدم الالتزام فالمريض إذا ما كانش حيلتزم وإحنا ده برضو من الحاجات اللي إحنا لازم نشرحها له جيدا إنه لو مالتزمش بتناول فيتامينات بعد تحويل المصاري هيحصل له مضاعفات قد تكون خطيرة طيب إحنا دهاتي شرحناها بس عامة عايزين بقى نعرف بس يعني قبل ما نخش في التكميم أنواعه وإيه والكابسولة الدكية يعني إيه وكذا كذا كذا بعد أن بدأنا بتغيير المصار تغيير المصار ده اللي هو الكلاسيكي أو الصغير أو كبير هنوصل إيه بإيه إحنا بنصغر حجم المعدة في الاتنين وبنوصل المعدة بالأمعاء الدقيقة على بعد مترين من الـ 12 فإحنا بنفوت مترين من اللي هما بيحصل فيهم من امتصاص للأكل فبالتالي عيان مهما حياكل هيخص لأن الأكل ما بيمتصش ده نوع والنوع التاني النوع التاني الكلاسيكي إحنا بنعمل وصلتين بنوصل المعدة بالأمعاء على بعد متر وبعدين نرجع نوصل أمعاء بالأمعاء تانية على بعد متر على كل ده علشان العصارة الصفوية ما ترجعش للمريء والمال كويس حلوة طيب لو نخش بقى على العملات التانية اللي هي نبدأ الأول بالحاجات البسيطة اللي هي يعني إيه تكميم يعني إيه حزام معدى نشرح حاله بردك للناس عشان الناس بتسمعها بتسمع حتى تش عارف إيه هي تمام التكميم بيبقى فيه استقصال للمعدة حوالي من 75 إلى 80% من المعدة المعدة بتبقى شكلها يعني يعني إلى حد كبير بيبقى يعني متمددة فإحنا بنحولها إلى أنبوبة الأنبوبة دي باستعمال دباسات فبتقلل كمية الأكل عام بيأكل وبنشيل جزء زيادة بنشيل جزء زيادة طيب وحزام المعدة حزام المعدة ده بيعتمل على أنك أنت بتحط حزام على الوصلة اللي ما بين المريء والمعدة فدي بتقلل الأكل بس الحزام يعني يمكن نتائجه أقل في فقد الوزن من التكميم طيب والكابسولة الزكية الكابسولة الزكية دي بتبقى إلى حد كبير حاجة العيان بيبلحها بدم للمعدة فبيأكلش بس بعد شهرين بيتم امتصاصها يعني بتزغر تاني وبتنزل فإذا العيان ما التزمش باتباع نظام غزائي بعد الكابسولة دي حيزيد في الوزن تاني فهي الكابسولة الزكية بنستعملها للعيان اللي عايز يخس كمية قليلة فوقت قصية بس لازم يلتزم ويكون حاجة بسيطة ما هيش حاجة كبيرة يعني الوزن بتاعه سلام عليكم اهلا وسلام بحركة اتفضل حركة سؤالك ايه حركة سؤالي وانا بسأل عن الشمة اللي هي على البطن اه يعني يكون البطن كبيرة اه عايز تعرف دي دي يعني ايه العلاج بتاعها ايه حاضر تحت عمر حركة سؤالي هنا هو بيتكلم على منطقة معينة اللي هي منطقة البطن ساعت بيطلقوا عليه يقول لك ايه كرش كبير بس في فرق ما بين الكرش وما بين الدهنة اللي على منطقة البطن تماما لو هو جسمه متساوي مثلا دراعاته رجليه وكله كويس معقول بس منطقة البطن هي اللي فيها يعني كمية الدهون كميرة اذا كان هو يعني لو بالفحص وشوفنا وزنه وطوله ما هواش عنده سمنة مفرطة يبقى مش هتنفعل عمليات السمنة لان عمليات السمنة هدفها الاساسي انها تظبط الوزن بالنسبة للدهنيات اللي بتبقى موجودة في منطقة البطن دي دا كاترة التجميل هم دي تخصصهم يابيعملوا عمليات شد يابيعملوا شفط للدهون ودي يعني بتحسن المنظر إلى حد بس دا مش لخصوص ما نفهم يبقى احنا هنقوله ان هو لو طلع حسب عند اي دكتور حسب المعامل الكدرة بتاعه طلع فوق الاربعين يبقى دا هيبدأ يخش في عمليات التكميم او تغيير المصار لو من خمسة وتلاتين الاربعين بس عندك امراض زي السكر او الضغط او القلب برضك هتخش تحت عمليات التكميم وتغيير المصار لو اقل من خمسة وتلاتين وهو بس منطقة البطن هي اللي فيها دهون يبقى دوت هيبقى يتابع مع دكتور تجميل هيتابع لصاب جزائي ودكتور تجميل بالضبط كده طيب لو احنا كده احنا قلنا معظم العمليات يعني احنا قلنا عمليات التجميل انواعها وكده بصفة عامة بصفة عامة نقول مثلا يعني ايه اكتر عمليات بتبقى لو واحد عايز يخس مثلا من عشرين لتلاتين كيلو ايه اكتر عمليات تتعامل خلاص او انتوا بتشوفوها عندكم اكتر ناس والناس اللي بتبقى السمنة بتاعتهم يعني اكتر من سبعين ولغاية مئة كيلو ساعات بيتطار ننزلهم فده يبقى افضل يعمل ايه وده افضل يعمل انا عارف طبعا هي مش مجرد يعني مش كل الناس هتطبع لهم نفس الكلام بصفة عامة ده ده ايه اللي بيحصل التكميم وتحويل المصار بينزلوا الوزن بدائرة كبيرة انا يعني المحسوب من العمليات انه فيه بيبقى الواحد له وزن مثالي وفيه وزن زايد عن الوزن المثالي حندي مثل مثلا فلو احنا عندنا مريض طوله مئة وستين سانتي ووزنه مئة كيلو فده وزنه مثالي حوالي خمسة وستين كيلو يبقى هو زايد قد ايه حوالي خمسة وستين كيلو العمليات بنطلق عليها عمليات نجحة اللي احنا بنعملها يعني انها بتؤدي الى نقص اكتر من خمسين في المئة من الوزن الزايد بس احنا معانا بالشغل الكتير اكتشفنا انه ممكن الوزن ينزل لغاية اكتر من تمانين في المئة من الوزن الزايد وفيه ناس كتير انا عملتوا موزل وزن المثالي حلو قوي انما هو المتعارف عليه طبيا ان هو المفروض هينزل خمسين في المئة بس من وزن الزايد اكتر من خمسين في المئة من الوزن الزايد يعني خمسين لستين في المئة من وزن الزايد بنقدر نعتباه عمليات نجحة طبعا في بعض الاحيان ده بيبقاش مردي للمريض احنا زي ما قلت لحضرتك بالتقنيات الحديثة وبالخبرة قدرنا نحسن الرقم ده نوصله لتمانين في المئة طيب سؤال بقى الناس اللي بتنزل مثلا يعني زي ما حركته الكيفية في ناس تنزل خمس سوائتين كيلو في ناس تنزل خمسين كيلو في ناس تنزل مئة كيلو على حسب هو وزنه قدقيه وطوله قدقيه طيب لو واحد بالحجم الكبير دوت ورح نزل هل هيحتاج بعد كده ان هيحصله زي ريداندرانسي او يعني تلاهلط في الجيل الزبط بيحصل فيه تراهولات فبيحتاج بعد كده بيجاء البنامي بيحتاج لشد بط لشد او شفط في معظم الاحوال علشان التراهولات بيبقى كتيرة جدا بتحتاج استقصال استقصال لازم طيب هل استقصال ده بيبقى في منطقة البطن بس ولا الارداف والأفخ عادة في منطقة البطن بيبقى الاستقصال افضل وبالنسبة للكتاف والارداف بيبقى الشفط افضل طبعا دي بتعتمد الى حد كبير على اختيارات طبيب جراح التجميل اللي شاف فيها الكلام ده زر طيب لو جينا ده وقت احنا بردك دايما نبصص الموضوع الموضوع السمنة دي عاملة قلق نفسي رهيب جدا للناس احنا ده وقت اتكلمنا على قد ايه جمال عمليات السمنة طيب عايزين بقى نقول لهم يا جماعة ان العمليات دي بردك ليها مخاطر فلو هنتكلم على التكميم الاول ايه المخاطر الممكن تحصل من عمليات التكميم وبعدين ايه المخاطر الممكن تحصل من عمليات التغيير مسار بالنسبة لمرضى التكميم احنا بنشيل المعدة عن طريق دباسات بالزبط فالدباسات دي بتبقى لها خط في بعض الاحيان بس دي نسبة قليلة يعني في النسب العالمية بتخليها بتلاتة للألف بيحصل فيه تصريب من مطرح مستقصرنا المعدة واشتغلنا بالدبابيس التصريب ده بيحتاج انا كنت هتركب دو عملي لانه بيبقى خطأ بالفعل لابد من تركيب دعام عشان الافخزات بتاعة المعدة ما تتصربش داخل البط ودي بنعرفها يعني احنا بنقول يعني احنا اثناء الشغل بنعمل اختبار وبعد الشغل بننصح المريض دايما والمريض بيقعد يوم في المستشفى ونبقى احنا متواصلين معاه على طول الحرارة اخبارها ايه النبضة اخبار ويه والمريض نفسه بيكلمنا ويقول لنا اذا كان فيه مشكل ما الحرارة زادت بنقول له ولا انت لا ممكن يكون فيه تصريب لازم تتواجه المستشفى وتعمل الدعامة دي تحت بيبقى تحت اشرافنا وده كاترة مناظير الجهاز العظم ولكن الحقيقة احنا في القصر العيني في اسم الجراحات السمنة يعني زدنا عن الالف حالة وحصل تصريب في حالتين ما شاء الله ما شاء الله ربنا يا رب يكرمكم يا رب دايما يصلح بين ايديكم طيب ده بالنسبة للتكميم طيب لو قلنا بقى بالنسبة لتغيير المصار عايزين نعرف ايه المشاكل الجراحية اللي ممكن تحصل منه وايه المشاكل الطبية اللي ممكن تحصل منه حراك زكرتها في النص كده قلت ايه ان اللي هيغير المصار لازم هيمشتول الامر على فيتامينات دي فاهمة للنس بالنسبة لتحويل المصار بيبقى فيه مضاعفات بتحصل بعد العملية على طول ممكن برضو بس برضو زي مولت الحريطة جدين سبق وليلة يعني لا تتجاوز نص في المية عشان كده من كل العين هو طبعا الموضوع ده هام معلش احنا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل النقطة دي عايزة اخدها بالتفصيل مع حضرتك فاصل قصير وانواصل معكم حلقتنا ان شاء الله اعزائي السادة مشاهدين عودنا اليكم بعد الفاصل عشان نكمل لقاءنا الممتع مع استاذ دكتور هشام ابو عيشة استاذ جراحات السمنة المفرطة وزراعة الكبد بكلية طب قصر عيني احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم عن مخاطر عمليات تغيير المصار وكنا لسه هنبدأ نتكلم فيها فعايزين معرفها بالتفصيل يعني ايه المخاطر الجراحية والمخاطر العادية لتغيير المصار تحويل المصار بيبقى فيه مضاعفات بتحصل في الأسابيع الأولينية بعد العملية وهي تشبه إلى حد كبير المضاعفات بتاع التكميل انه احنا منستعمل دباسات مكان الدباسات ممكن يحصل تصريب او ممكن يحصل نزيف برضو الكلام ده نسبيته قليلة يعني زي ما قولت لحضرتك هو لا يتجاوز نصف المية وبيتم التعامل معه على طول يعني اذا كان هيبقى فيه تصريب العيان بيروح المستشفى على طول وبيتركب له دعامة بتحل المشكلة وبالنسبة للنزيف العيان بينصح انه ياخد علاج ويعمل منذار ساعات بيبقى المنذار ده ممكن يبقى تشخيصي وممكن يبقى علاجي مع بعض الادوية برضو الامور بتمشي لكن فيه مضاعفات على المدى الطويل انه امتصاص الفيتامينات وبالذات فيتامين ب وفيتامين ده بيحصل في الجزء الاولاني من الامعاء الدقيقة اللي احنا بنفوته اسناء تحويل المصار الجزء ده هو ده اللي بيحصل فيه امتصاص الحاجات دي فبالتالي الحاجات دي لازم يعاني ياخدها مدى الحياة بتسمع كلام كتير جدا ان انا فيه انواع من تحويل المصار ما بتحتاجش فيتامينات لا الكلام ده غير صحيح علميا ويمكن مواجعة ذلك في كل المراجع والكتب العلمية لا الناس بتحتاج فيتامينات فيتامينات مدى الحياة فيتامين بي وفيتامين دي مدى الحياة يعني بمعنى ان الناس اللي هتغير تحويل المصار مفيش حاجة اسمها انا هاخده اول 6 طوشة بس عشان العملية انا دلوقتي وصلت الوزن كويس انا كده خلاص هبطله لا هتخش في امراض نقص فيتامين به ومضاعفاته وهتخش في امراض نقص فيتامين ديل ومضاعفاته بالذات هشاشة العظام تمام وده للأسف الناس كتير بدأ يشتكوا منه طيب احنا برضك عشان قبل الحلقة ما تجري مننا يا طعن يعني امراض السمنة كتيرة وفيه حاجات كتيرة بس عايزين نخش شوية في امراض يعني طيب معنا بس استاذ فخر الدين ومعنا نخش في زراعة الكامل استاذ فخر اهلا وسهلا اهلا بي السلام عليكم عليكم السلام وحط الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتك ممكن اعمل مداخلة مع الدكتور اتفضل يا باشا الدكتور معاك طرشان بي مع حضرتك اتفضل ازاي اتفضل سؤالك ازاي حضرتك يا دكتور ازاي يا فندم انا وزني وزني حوالي 130 كلم تمام وزني حوالي 130 كلم ايوة اكيد سامعينك طولي 165 فندم تمام عايز اعمل تحويل مصار عايز تعمل تحويل مصار حضرتك اه ايوة ليه حضرتك عايز تعمل تحويل مصار يعني انا انا بحب القبل والحلويات يعني حضرتك بتاكل حلويات بصفة مستمرة يعني اه اه بتنزل تشتريهم نعم بتنزل تشتريهم اه ولا لو هم موجودين بتاكلهم لا في اسلام ما بيتهم موجودين مثلا لكن ما بتنزلش مخصوص تشتريهم لا حضرتك من هوات مياه الغازية زي البيبس وال لا 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 البيبس لا الحلويات اه الحلويات حضرتك ممكن تاكلها وممكن تاكلها بعد التكميم كمان بس بكميات قليلة لكن اللي بينزل يشتري الحلويات هو ده فعلا اللي احنا بنصعه بتحويل المصار لان زي ما قلت لحضرتك تحويل المصار اللي هو مخاطر على المدى البعيد وبيحتاج انك انت تاخد فيتامينات مدى الحياة انا سن سنة يا ربنا يديك الصحة ربنا يدي حضرتك الصحة نعمل حضرتك تقييم يعني احنا دايما بنفضل ان الجراحات السمنة تبقى في المساحة العمرية اللي هي اقل من ستين ولكن في ناس بيبقوا ستين سنة وجسديا كويسين فدوات بيتعمل لهم بتقييم اذا كان حضرتك بتقييم بتاعك طلع سليم حضرتك ممكن تعمل عملية مفيش مشكلة اذا كان فيه مخاطر حضرتك بتعمل موجات صوتية على القلب بتعمل اشاعة صد بتعمل موجات صوتية على البط واذا كان فيه اي مشكلة في دول احنا طبعا مش هننصح حضرتك انك انت متعملش بس اهم حاجة اهم حاجة بلاش حكاية انا عايز اعمل تغيير مصار زي ما الباشا كده قالك لا احنا نسمع كلام الجراح الجراح قال لنا تكمين معدة هيجيب نتائج كويسة خلاص هيجيب نتائج كويسة مفيش حاجة اسمها لا اصلا باكل حالات هخش دايركت على طول على تحويل مصار يعني تفضل ممكن يا فان تعيد ماشا اشكرك احضرتك يا فان زي ما قلنا عشان بس بردك الوقت ما يجريش مننا ناخد بس هنت لان طبعا محدش او في مصر ناس كتير اوي 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 مش عارفين ان احنا عندنا في وحدة زراعة الكبد في القصر عيني من الوحدات المتقدمة اللي ما شاء الله يعني بتجيب نتائج رائعة ايه هي وحدة زراعة الكبد بنزرع لمين وبيبقى المتبرع ازاي عشان الناس بس توقفهم العملية بتمشي ازاي فيه نوعين من المرضى مرضى اطفال ودول بيبقى عندهم مرض انسداد في القنوات المررية او امراض تتعلق بالتمثيل الغذائي دول بيحتاجوا تغيير الكبد دول يمثلوا حوالي من 10-15% من العين لكن معظم عينينا بيبقوا نتيجة فشل كبدي على خلفية من اصابة بفيروس C او اصابة بفيروس B او عندهم ورم على الكبد او رم سرطانية على الكبد دول بيحتاجوا في بعض الاحيان الى زراعة كبد بس دي طبعا لها طريقة معينة احنا قسمناهم كده هنقول ان 10% بيبقوا اطفال 10% بتبقى روام الكبد و80% بيبقوا فشل كبدي ما بعد فيروس C او فيروس B طب والبالهرزيز والكلام اللي كان بتيجا يامزا منه بقى قليل جدا بالهرزيز يعني معظم الناس اللي احنا بنشوفهم بيبقوا فيروس C فيه حوالي 70% من حالات او 80% من حالات وفيروس B حوالي 20% من حالات معلش ناخد باستاذ محمود ونرجع نكمل حوارنا استاذ محمود اهلا وسهلا اهلا وسهلا ايه سؤال حضرتك سؤال استفسر عن السمنة انا طولي 155 سنطر ايوه ووزني 82 كيلو ايوه بس استفسر السمنة ده الوزن ده مناسب ولا غير مناسب حاضر انت عندك كم سنة 38 سنة طيب عندك اي امراض ضغط او سكر او اي حاجة لا هو ضغط ضغط واجلب يعني فيه حاجات في القلب كده بسيطة حاضر اوكي شكرا تابعنا من التلفزيون ودكتور الشامبي هيرد عليك طوله 155 82 كيلو الوزن بالتقريب طبعا بتحتاج معادلة احنا عندنا على الموبايل بنستعمله ولكن بالخبرة كده ده هيبقى معامل كتلة الجسم بتاعته من 35 الاربعين ولو عنده السكر فالحالة دي يفضل انه يعمل وعنده ضغط وعنده قلب اه الافضل الجراحات السبنة بعد زبط القلب بالزبط يعني الاول يزبط القلب وعنده يبدأ يعني اوكي نرجع تاني احنا قلنا 10% اطفال 10% اورام 80% فاشل الكابدي 80% من 80% فيروسي وعشرين فيروس بي طبعا فيروس بي قل لانه كان بيجي مع الحؤن وكده قل يعني الاكتر هو فيروسي اللي موجود طيب عشان بس الناس تبقى فاهمة زراعة الكابد غير زراعة الكلا يعني انا عارف ان زراعة الكلا لازم حد بيجي ياخد كليا كاملة وناخدها نزراعها زراعة الكابد بتتم ازاي احنا بناخد القانون بتاع زراعة الاعضاء من مية لم يتم اقراره لسه احنا منتظرين اقراره في مجلس الشعب طبعا مصر بلد المفروض تكون سباقة وان المشروع ده يتعرض لانه حيسهل كتير على ناس مريضة والخبرات كلها متوفرة بالضبط يعني فاحنا المفروض نلحق بالسبق ده اللي كل الدول بتتسابق عليه ونقر المشروع لكن في الوقت الحالي احنا بناخد الكبد من متبرع حي عادة بيبقى قريب المريض ابن او ابو ولو كان طفل صغير بناخد من ابو او من ام عادة احنا بناخد اقل من تلت الكبد للاطفال وحوالي نص الكبد الكبار اليمين او الشمال يعني حسب دراسة احنا بنعملها يعني المتبرع بيخضع لتقييم كامل علشان احنا في زراعة الكبد بنشيل جزء من الكبد وبنعمل توصيلات بقى بنوصل اوعية دموية وقناة مرارية الاوعية دموية دولت بيبقى فيه حوالي ثلاث وصلات وتوصيلة قناة مرارية في عندنا وردين وشوريان وقناة المرارية يعني كل طبعا مكان المتبرع بسيط يعني يعني التشريح بتاعه او صفة التشريح بتاعته تساعد على ان احنا نعمل الجراحة بامان للمتبرع والمتلقي بنختاره ففيه ساعات ناس بنختار لهم اكتر من المتبرع يعني المتبرع الاولاني نلاقي لا ده مش هينفع ان احنا ناخد الكبد اللي يخلي المتلقي يبقى سليم يبقى سليم برك ده متوقف على التحاليل اللي بتعملوها للمتبرع والمتلقي والتحاليل دي بتبينلك واذا كان الشرايين والوصلات اللي انتوا هتعملوها الشرايين اتجاهتها كويسة واسعها كويس ولا لا بحيث ان هي دي اللي هتتوصل بعد كده طيب بعد ما بيتم الزراعة المفروض ان هو يعني طبعا احنا بدان بناخد جزء من الكبد احنا عارفين كويس اول احنا سايبين جزء سليم والمريض ما بيندرش بيقعد المريض المتلقي قد ايه والمتبرع قد ايه في المستشفى وايه الاحتياطات اللي احنا بناخدها لهم عادة المتبرع بيقعد من خمس ايام حوالي خمس ايام في المستشفى المتلقي بيقعد وقت اطول يعني بيقعد حوالي من اسبوعين واذا اموه وماشي كويس بيطلع احنا يعني الحمد لله عادين الخمسمائة حالة زرع اكتر يعني ما شاء الله بالنسب نجاحتك روض من تمانين في المن ما شاء الله يعني هو بص حركة احنا احنا زراعة الكابت دي عايزالها حلقة كبيرة كده هو نبدأ نشرح حتى بالصور ازاي الكلام بيتم وازاي بنختار متبرع وازاي بنختار الدونر بس حقيقي انا النهاردة استمتعت والوقت جري بسرعة بس انا استمتعت جدا جدا بجودي مع حضرتك واستمتعت جدا ان حركة شرحت لنا بالزبط تفاصيل لكل حاجة بالنسبة لاجراحات السمنة لان دي بتهمي ناس كتير وحركة اكت يعني معلومات انا كنت يعني مبسوط انها بتتأكد للناس ان الموضوع مش هايف مش كل واحد يعني حاس ان عنده شوية تخن كده هو انا عايز بسرعة اروح عامل جراحات السمنة لا جراحات السمنة لها ناسها اللي تحتاجهم وليها اسات زيتها هما اللي بيعملوها صح الجراحين طبعا في نهاية حلقتنا طبعا بنتمنى ان حركة وعيدنا ان شاء الله باللقاء تاني باذن الله نكمل فيه كل المواضيع دي تاني باذن الله وفي اخر الحلقة بنشكر استاذ دكتور الشامة ابوعيشة استاذ جراحات السمنة المفرطة وزراعة الكابل بكلية طب القصر عيني ونكون كده وصلنا لنهاية حلقتنا ان شاء الله معاعدنا باذن الله الاعادة الساعة عشرة مساء وكل يوم سبتم الساعة اثنين لتلاتة على الهواء بقول لكم ان دي ان شاء الله اخر حلقة في السنة دي يا رب تكون سنة خير السنة 2022 هنبدأها علينا وعلى كل العالم وعلى كل المصريين وربنا يا رب يمتعكم بالصحة والسعادة والحب الى اللقاء نشوفك السنة الجاية ان شاء الله باذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة